السلام عليكم إخواني أخواتي الطلبة في فيديو جديد من سلسلة دروس اللغة الفرنسية لبكالوريا 2021 مع الدرس الخامس اللي هو أول حاجة نبدأ فيها كما تشوفوا في العنوان هي يعني حضور صاحب النس والأركات بصاحب النس معناها الكاتبة في أغلب الأحيان يعني يعني طريق طرح سؤال في البكالوريا كيف تلقى السؤال تها يقول لك كلها معناها نفس الحاجة هل الكاتب ولا صاحب النس حاضر أم غائب في النس نحاول نشرح لكم كتان يكون حاضر وكتان يكون غائب لحواجة لي تدلك بليا وحاضر وكذلك يعني في أول ما نبدالكم يعني في شرح الحاضر اللي هي سيبجيكتيف والغويب اللي هي أبجيكتيف رح نعطي لكم يعني تاريخ كيف تجاوب على كل سؤال الأسئلة ذنب بالترتيب لذلك حاول يعني تدير قابت يلاك الأسئلة ذنب وتشوف بالترتيب يعني lok وجوكتيف على كل سؤال فيهما في الصفحة اللولة بعد اللي نشرح فيها كل واحدة مثلا نبدأ بسيبجيكتيف راح نعطيكم تاريخ الإجابة على الأسئلة هذين في ربعة وأوبجيكتيف كذلك نشرح لكم كيفية جاوبة على كل سؤال فيهم وكذلك كما قلت لكم هذين ما يعني في ربعة معناها من نفس الحاجة باللغة العربية هي هل الكاتب ولا صعب النس حاضر يعني حاضر ولا غايف في الناس يوضح حضور تاعه ولا لا يكون غايف في الناس ما يكونش حاضر نبدأوا الآن مع اللولة اللي هي لوتاء إي سيبجيكتيف الكاتب حاضر نعطيكم كيفية جاوبوا على الأسئلة دوك اللي قلت لكم الأسئلة هنا هي صفحة اللولة اللي قلت لكم عليها تعال سيبجيكتيف هذه نبدأ في اللولة هو قال لك سيبجيكتيف ولا أبجيكتيف كي عود حاضر تقوله لوتاء إي سيبجيكتيف ولا تقوله في الثاني تقوله وي الماركسة بخيزون دونسو تاكست ولا تقوله وي لو تاقق حسب السؤال يسأله الكسو مانيفس دونسو تاكست ولا تقوله وي لو تاقق تكتب يعني سيمبليك دونسو تاكست ذركة أول شيء دم كل ما أنا هم بلي كاتبوا حاضر حاضر فالنس تاعه يعني بخيزون حاضر يعني سيبجيكتيف ذركة أنا تقولي هاني عرفت كيفاش نجاوب بعد أسئلة دمه وكيفا رح نعرف وانا اسكوا بلي وكته نعرف وكته يكون حاضر معنا كيفا أعرف كتبتلكم أن الكاتب حاضر فالنس من خلال وجود كتبتلكم لي موضاليزاتياغ لي موضاليزاتياغ هذما وشي هما باش تفهموهم هما الحوايج اللي تدلك باللي كاتبه وحاضر فالنس معناها كي تلقى دم معناها سيبجيكتيف إذا ملجتيهمش ملجتي حتى واحدة فيهم مثلا ترك نشرح يملكم بالتفصيل هذما إذا ملجتي حتى واحدة فيهم مثلا معناها هو أبجيكتيف غائب أبجيكتيف نشرح يلكم في الأخر وراء منكمل والسيبجيكتيف كان ترك كي ما قلتلكم لي موضاليزاتي ملجتيهم معناها هو حاضر سيبجيكتيف ملجتيهمش معناها هو غايب من أنisco و último حاضر سيواحfall كي سيؤال ثاني في بالتفصيل prediction يعني دخل في سيبجيكتيف هذا يا بعد وشي يقول لك يقول لك لوتاغ إتي الإكسبليسيط وأمبليسيط كيتلقى السؤال هذا إكسبلسيط وأمبليسيط رح تفهم ديراكت باللي كي desire لوتاغ أو سيبجيكتيف هذا معناها هو سخصي قال لك إكسبليسيت تم ascendence دي وkha معناها هل هو موضح الحضور تاعه يعني إكسبليسيت من خلال حوايج نشوف والحاضر نقول هالي ثم دارك أن ازع ل sobreَزَجَكْتيفٍ فيها الموضال إذاتير كل معناه لاحقا كان البعض The Civilizer لديها الموضال إذاتير و pasó' دارك هو هو خيز ايات phi использ terni يقول كوني اختصية تعالى verticalYa-amplicit ترأى كان البعض من الأسبوع تتحل تدخل common ترأى معناه والأسبوع تتحل تعمل быть peppland تحسر confidence incredible لكن كوني يقولك ال b abjective اب 오�noise .. ليس قل لك außerى تjack Plusенным إستطلاعا لكن هناك إني ايج treave cuenta تقول لهم انتها يعني تروح تشوف لي موضع اذائر ثلاثا علومات اذائJo اذا لقتي اي واحدة فيها امبركه وهو سبجيكتيف فبس نتمنى تكونه نوعين من اسئله فلهم الفرق يعني ع immedi给 Just ele��면既ناك اذائم يعني تحاوس عن الإيفار التالي واضح أو الإيفار الإيفار تعلم صغير امان تطبع ضerem أن الإيفار لا يقفح لها أو يرى تسسع لهcomans أم كان يرى سؤال smooth or objective عندما تخفف سيدي إذا فقد كانت بهدف اكثر معنى هوه او حاضر. بس اذا ما لقيت حتواه معناها او بجيكتيف. مانا يكونش شرح واضح يعني من نوعين من الاسئلة دمية. يعني ماش نفس سؤال. معناها ضمنية وقال لك ديركت باليو سيبجيكتيف او حاضر. او قال لك باليو حاضر يعني انت تفهم باليو سيبجيكتيف ما عليك غير بتلوية اما حاضر بوضوح ولا ضمني. نبدأ في شرح يعني تاع اه سيبجيكتيف اكسبليستمو ماناها سيبجيكتيف اكسبليستمو اه سيبجيكتيف اكسبليستمو ماناها حاضر بوضوح موضح الحضور تاع الخضور تاع او ظاهر فيه النسطيع يعني انديمود لعلى زيتار اذا ما تعال اكسبليستمو مانا حواج خاصة كتلغا هم فيل نسطع الفو باليو سيبجكتيف اكسبليستمو. لبخونة واقعنا دا مثل ايما جو نوع اى ذرة ايما ايما Lands pet hair يعني كي تلقاهم معناها وحادر وسبجكتيف وإكس بليسيتمو سماوه وسبجكتيف وإكس بليسيت في ذو لزوتر بخونو يعني كيما البخونو ببوسيسيف كيما العميان كيما البخونو الخرين كيما مو ما مي نو هذا ما البخونو يعني شخصيين يعني تالو توع تجو نو تالو توع يعني تالكاتب يعودو الكاتب رمار كذي ملاحظة وش كتبت لكم فيها معناها البخونو ينقص دهم هنا مهما تلقى نفس البخونو بسح لازم يكون يرجع يعوض الكاتب صح بالنس مش يعوض شخص آخر مثلا قدر تلقاه الكاتب يجيب في نص شهادة تاع واحد الواحد هذا قال جو ولا نو معناها الجو هذي كي ترجع على الشاهد مش على الكاتب سما الجو والنو والأو هذما والمو والماء والمي لازم يكونوا خاصين ببلوتارة بالكاتب بها تقوله لازم يكونوا تاع ولا تقدر تلقاه مثلا في عبارة مثلا تلقى هاي المو داخل فيها في رأيي هذا ما تبعين ثاني معناها بوضوح كما قلت لكم لازم يكونوا يعوضوا الكاتب يعني يرجعوا عليه مثلا تلقى جو والجو هذي كي تقراها معنى الجملة تفهم معنى الجملة تلقاها باليو الكاتب صح بالنص هو اللي قالها ماش مثلا كما قلت لكم يجيب شهادة على شخص آخر مثلا كما في النص التاريخي قدر يجيب شهادة هذا الشخص الشاهد ذاتي ما يقول جو ولا يقول نولا 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 ما ما مي ولا رميان ما تبجعش على الوتار غذي تسمع للوتار ما وش حاضر يعني ما كانج هذي كيفاه يعني تفهمو عيكس بليسيت تلقى واحدة فيها ذم معناها او سيبجيكتيف واذا قلق إكس بليسيت ولا أمبليسيت كي تلقى ذم هو إكس بليسيت يعني سيبجيكتيف إكس بليسيت مو هذي الحالة الأولى ننتقلو الحالة الثانية الحالة الثانية هي سيبجيكتيف أمبليسيت مو معناها الحضور تاعو يكون ضمني موش يعني حاضر بوضوحك الحالة الأول يعني انت اللي تفهمو الحضور تاعو انت من بخلال السياق تاع جملة كي ينين الموضيزاتي تعلام بلسيط مثلا عندك لزادفرب مكتوبة لزادفرب بيغالطابر لزادفرب كوم مثلا بوتتر أسير مو فرسي مو يتحفظو ديزادجيكتيف كوم سير سرطان دوتو بروبابل لفرب دوبينيو أسيري أفرمي پنسي كوار لفرب دو موضيليتي فالوار وولوار وفوار كي تلقى واحد فيه مبارك يعني تعرفو دي فرب أمبرسونال كذلك كنت لقى أفعال مثال ففلو كونديسيونال ثاني كذلك لفخاز إكسكلماتيب أو انتيروغاتيب الجملة التعجوبية أو انتيروغاتيب الاستفهامية هذا ما ثاني كيتلقاه ميدلوك باليو يعني صاحب الناس سيبجيكتيف أمبليسيتمون كينا ثاني لاجيكتيف ميليوغاتيب صفات المدح ولاجيكتيف بيجوغاتيب معناها صفات الظن نعطيك مثال مثلا بيجوغاتيب هذين في الجملة تاع صاحب الناس يقول مستعمر مستبد هذي كلمة المستبد يعني صفة يدم بها المستعمر مثلا ثم تحسوا انه ذم المستعمر يعني استعمل أجيكتيف بيجوغاتيب يعني ما كانش موضوعي هنا يعني شغل أعطى رأيه بسح أمبليسيتمو مش معناها ذمنيا يعني ما دم قال المستبد معناها ورأيه في المستعمر كذلك الميليوغاتيب ثاني يقول مثلا يوصف ثوار بالعبطال مهم يعني تلقاها كما هيك يعني يوصف حاجة مليحة يعني يمد حاجة مليحة كذلك ننتقلوا الآن للسغتيتيد ولنسغتيتيد هذينما ثاني تأكيد ولنسغتيتيد معناها الظن يعني الشك عندهم ديز أجيكتيف ديز أدوارب خاصين بيهم دي verب دوبينيو هذما الحواجد خاصين بيهم هذما كي تلقاها في المستعمر معناها باللياولو داق سيبجيكتيف أمبليسيتمو معناها ذمنيا ينحاذر من بينهم هذما بينهم ديز أجيكتيف كيما تعل السغتيتيد سيغ سارتا إنيفيتابل كلاير إيفيدون تعل السغتيتيد دو تو انسارتا غيسنبلابل probable possible ديز أدوارب أسير مو ريالما certainement incontestablement كذلك بنسبة لنسارتا تلقاها غيسنبلابلما peut-être probablement لإنسارتا لإنسارتا تلقاها تلقاها يعني تحفظم كيما هكو بعد أكو سير sans aucun دو دو تو تلقاها 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 غيسنبلان سياري أسكن دي جنسي كال لإنسارتا تلقاها كذلك لإنسارتا تلقاها 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 لإنسارتا تلقاها ظن يكون شاك في حاجة عنده شاك يعني في حاجة إنسارتا تلقاها 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 ثانا كذلك هدا يتحفظ ما يتحفظ خصص تلقاها و حدا يتحفظ هدا تتحفظ يعني حاضر بوضوح حاضر ضمنيا نتقل الان لو تقعي اوبجيكتيف الحالة الثانية هي الكاتب يكون فيها غائب يعني ما يبينش الحضور ما يحضرش ما يبينش الحضور ما يحضرش خلاه ما يكونش حاضر يكون موضوع يتحدث غير على الموضوع ما يعطيش الرأي تاعه يعني الرأي تاعه ما يمدوش خلاه ولا ما يشيرش ليه حتى هنا اوبجيكتيف الكاتب غائب يعني كيف هي تجاوب على السؤالة اول شيء صح كي ما تلقاش لي موضيليزاتير كل لازم لي لي موضيليزاتير ما تلقى حتى واحد فيهم يعني من اللي قلنك بالذكر انا هو يكون عين في الكاتب ما صح بالنص موضوعي كاتب غائب في النص يعني لي موضيليزاتير ما كان حتى واحد فيهم كيف هي تجاوب على الاسئلة تقول سؤال الأول هو هو على اي أ obese ، انت تقولوا اي اس هي كي قد غائب كي قدوا لي موضيليزاتير ما كانش الجواب ثاني على السؤال الثانية تقول له معناها ما كانش غائب حتى كل معناها من الكاتب غائب والاخرى هذا ما الاجابة يعني بترتيب على الاسئلة اللي طرحناهم في اللولة ذو كيفية طرح سؤال في البكالوريا قلت لكم في الصفحة اللولة تعسي جاوبنا عليهم وفي الصفحة اللولة تعالى جاوبنا عليهم وفهمنا وقتها نحطوا الاجابة تعالى كل سؤال يعني الاجابة تعالى يعني نظن كيجي يقول لكم يعني السؤال هذا في البكالوريا ما كنتوش تغلته فيه يعني بابن ده لانه عطيته لكم يعني حاولت نعطي لكم كلش هذا هو يعني كلش بالنسبة للسؤال تعالى سيبجكتيف ووبجكتيف تعالى سيبجكتيف يتيدو لوتال طبعا اذا عجبك الفيديو متساش ديرنا اجام تعليق تحفيزي تبارتاجي الفيديو مع كامل اصدقائك ولا تنسونا من صالح دعائكم نلتقي في فيديوهات قادمة ان شاء الله